اشتركوا في القناة في الشرح احنا بنبسط المعلومة القانونية عشان الكل يستوعبها ويبقى عندنا نوعا ما شيء من الثقافة القانونية ونعرف اللي لنا واللي علينا طبعا في الحلقات السابقة اتكلمنا ويمكن لو خدنا حلقات تانية كتير عن قوانين ايجار الاماكن المواضيع في قوانين ايجار الاماكن والمناقشات فيها يعني لا نهاية لها وبتهم قطاع كبير من الناس وبتشغل الناس كتير جدا قوانين ايجار الاماكن خصوصا وان هناك قانون حاليا امام البرلمان المصري على وشك الصدور بتعديل قوانين الايجار الاديمة القانون ده لما يصدر هيطبق عشان برضو الناس بتتساءل دايما ومن آن لآخر ربما اعلاميا بيصار جدل حول هذا القانون والناس بتتكلم في ظهوره او عدم ظهوره والنصدر او ما تدرشي حتى هذه اللحظة هذا القانون لم يظهر بعد وعند ظهور هذا القانون اللي هي تناول قوانين ايجار الاماكن الاديمة وخصوصا اللي هي الاجارات البسيطة اللي هي البخسة اللي لا تتناسب مع الظروف المعيشية والاجارات الاديمة دي سيتم تعديلها تبقى هذا القانون اي قانون في الدنيا بما فيه هذا القانون لا يطبق الا من تاريخ ناشره والعمل به طالما ان هناك كلها مجادلات ومناقشات وكلام حول هذا القانون ولم يصدر وينشر في جريدة رسبية وبالتالي لا يعمل بهذا القانون حتى هذه اللحظة لم يصدر هذا القانون ونحن في انتظار صدور هذا القانون عشان نبتدي نفرد من خلال برنامجنا اكتر من حلقة لشرح بنود هذا القانون وايه اللي بيقولوا هذا القانون في الحلقات السابقة تناولنا فيما يتعلق بقوانين ايجار الاماكن كتير من الموضوعات اللي بتهم الناس منها حالات امتداد عقد الايجار الاديم ومن لهم حق الامتداد القانوني لعقد الايجار وقلنا ان المحكمة الدستورية في 2002 حددت قانونا من لهم حق الامتداد القانوني لعقد الايجار وحصرتهم في انه هما الزوج او الزوجة والاولاد والوالدين او احد الوالدين اتكلمنا في الحالات اللي بموجبها القانون بيسمح للمالك اللي هو المؤجر المالك اللي هو المؤجر اللي هو اللي بيأجر انه يطرد المستأجر الحالات دي وردت في قوانين ايجار الاماكن على سبيل الحصر وتكلمنا فيها بشرح مبسط عشان نوصل ايه هي الحالات اللي من حق المالك فيها يطرد المستأجر اولى هذه الحالات زي ما قلنا قبل كده ان هي عدم سداد الاجر ودي الحالة الشائعة دايما ان المستأجر لما بيتأخر في سداد الاجر الشهرية بتاعته في اجراءات بيتخذها عليه المالك اللي هو المؤجر وبعد كده بيرفع دعوة طرد لهذا المستأجر المتأخر في سداد الاجر ودي احدى حالات اللي اباح فيها القانون للمالك او المؤجر ان يقوم بطرد المستأجر ويمكن اكثرها شيوعا وشهرة هي التأخير في سداد الاجر حالات اخرى برضو بيباح فيها للمالك او المؤجر ان يطرد المستأجر زي حالة التأجير من الباطن اذا قام المستأجر بتأجير العين المستأجرة من الباطن دون اخذ موافقة كتابية من المالك او المؤجر ده سبب من الاسباب اللي بتبيح للمالك او المؤجر أن يرفع دعوة طرد على المستأجر للتأجير من الباطن من الحالات الأخرى التي حصرها القانون نتكلمنا فيها حالة البناء أو الهدمة أو تغيير في معالم الشقة المستأجرة بما يضر بسلامة المبنى ككل أو سلامة الشقة ويكون هذه الأبنية أو الهدمة أو التعديل دون موافقة كتابية من المالك دي من الحالات اللي نص عليها القانون اللي يبحثها للمالك أن يقوم باتخاذ الإجراءات وترضي المستأجر ولكن بشرط أن يكون هناك حكم قضاء نهائي ضد هذا المستأجر يثبت من خلاله أن هذا المستأجر أضر بالعين بالبناء أو التعديل أو الهدم دون اتخاذ الإجراءات القانونية دي حالات اللي هي من حق المالك فيها أنه هو يطرد المستأجر لو توفرت أي حالة من دي والحالة الرابعة والأخيرة اللي هي لو استعمل المستأجر العين المستأجرة في الأعمال المنافية للأداب العامة من حق المالك أو المؤجر ساعتها أنه فعلا برضو يرفع عليه دعوة بطرده من العين بس برضو بشرط أن يثبت استغلال المستأجر للعين المستأجرة في الأعمال المنافية للأداب العامة بحكم قضائي نهائي يعني ما يجيش واحد مثلا يشك فيه أو يسير الريبة أنه هو بيستعمل العين دي أو بيستخدمها في أعمال المنافية للأداب العامة نروح نعمل محضر ساعتها بنقول للمالك روح يرفع دعوة طرده لا لازم أولا يثبت بحكم قضائي نهائي أن هذا المستأجر استعمل هذا العين في الأعمال المنافية للأداب العامة وبموجب هذا الحكم القضائي بيكون سند للمالك أو المؤجر أنه يرفع دعوة لطرد المستأجر الحالات دي حددها قانون إيجار الأماكن وليس سواها يعني تبقى القانون الأربع حالات دول إذا توفرت أي حالة فيهم بيحق للمالك أنه هو يرفع دعوة ضد المستأجر لإخلاء العين المستأجرة الفترة اللي فاتت أنا جات لي بعض الاستفسارات القانونية والمشاكل القانونية غير الاتصالات من بعض المواطنين والناس بيستفسروا عن بعض المشاكل القانونية الحياتية اللي بتقابلنا وأنا حابب من خلال البرنامج النهاردة أن نحن نرد على بعض هذه الاستفسارات ولعل الرد بتاعنا يكون في محله ويستفيد الناس ويعرفوا اللي ليهم واللي عليهم فيما يتعلق بمشكلتهم اللي هم عرضوه علي يعني لو شفنا استعرضنا بعض هذه المشكلات في أخ فاضل بعث لي سؤال بيسأل بيقول لي أنه هو اشترى أرض بموجب عقد بيع وعايز يسجلها تسجيل شهر عقاري وبيقوله أنه هو سمع أنه في حاجة اسمها صحة التوقيع وفي حاجة اسمها صحة ونفاذ طب إيه الفرق بين الصحة التوقيع والصحة والنفاذ وإيه هي إجراءات تسجيل هذه الأرض الشائع وللناس دايما بتتدولوا دعوة صحة التوقيع يعني إيه دعوة صحة التوقيع إحنا عايزين للأول نقول وأول حاجة الناس كلها تفهمها أن صحة التوقيع دي دعوة بيرفعها من تحت يده محرر عرفي يختصم فيه الطرف الثاني يعني على سبيل المثال عقد بيع شقة أو عقد بيع أرض أنا اشتريت أرض أو اشتريت زي السؤال بتاع السائل أو اشتريت بيت أو اشتريت شقة أو اشتريت عربية وعايز أرفع دعوة أخذ حكم المحكمة بصحة التوقيع من باع لهذه الأرض أو هذه الشقة أو هذه السيارة برفع هذه الدعوة أمام المحكمة بهدف الحصول على حكم المحكمة بصحة توقيع من وقع هذا المستند وبيسموه مستند عرفي ويعني ايه مستند عرفي او ورقة عرفية يعني غير ممهورة او غير مختومة باي اختام رسمية يعني الورقة دي انا اكتب عليها اي صيغة فهي ورقة عرفية هذه الورقة كتبت عليها عقد فهي ورقة عرفية كتبت عليها عقد رهن فهي ورقة عرفية كتبت عليها إيصال استلام مبالغ مالية فهي ورقة عرفية كتبت عليها أي صيغة إيصال استلام أي منقول أو أي حاجة فهي ورقة عرفية فالورقة العرفية أو العقد العرفي أو المستند العرفي أو المحرر العرفي هو اللي غير ممهور بخط مشاعر الجمهورية يعني غير رسمي دا بيسموه عرفي هذا العقد العرفي سواء كان عقد بيع شقة أو عقد بيع أرض أو عقد بيع سيارة أو عقد بيع أو عقد رهن أو عقد حتى زواج عرفي فهو عقد عرفي أو ورقة عرفية من أحد أطراف هذه العلاقة الموجودة في المحرر العرفي أن يرفع دعوة على الطرف التالي ويطلب من المحكمة الحكم بصحة توقيعه على هذه الورقة طيب ده حال دعوة صحة التوقيع اللي بتختلف تماما عن دعوة صحة ونفاز إيه الفرق بين صحة ونفاز وصحة توقيع نقولنا صحة توقيع أنا برفع الدعوة الهدف الحصول على حكم قضائي بأن هذا العقد أو هذه الورقة العرفية بتوقيع من وقعها أو بصم عليها أو ختمها إذن فالمحكمة في دعوة صحة التوقيع لا تنظر لفحو هذه الورقة بمعنى أن لو عقد بيع شقة هنتكلم عن عقد بيع شقة عشان الصورة توصل لو عقد بيع شقة في دعوة صحة التوقيع لما برفع المشتري اللي اشترى الشقة ده بيرفع دعوة صحة توقيع على البائع عشان ياخد حكم المحكمة بصحة توقيع هذا البائع على هذا العقد بتاع الشقة هذا العقد بكل ما يحويه من بنود سواء في بيع في التمن بتاع الشقة أو في كيف ألة الملكية بتاعت الشقة أو كل بنود هذا البيع لا علاقة لمحكمة في دعوة صحة توقيع بهذه البنود يعني المحكمة ما بيهمهاش فحو الورقة ايه؟ هي بيهمها التوقيع المزيل به هذا العقد أو هذا الورقة منسوب لمن وقعه ولا لا؟ واضح يعني المحكمة في دعوة صحة التوقيع ما بتبحث الموضوع بتاع الورقة هل هو رهن؟ هل هو بيع؟ هل هو قسمة؟ هل ين كان مسمها؟ هل هو عقد زواج؟ هل أو أي كان مسمى الورقة أو فحوها؟ ده مش موضوع المحكمة في دعوة صحة التوقيع ما لهاش دعم ما بنبصلهاش خالص هي المحكمة كلها بتبحث هل التوقيع المزيل به هذا المستند منسوب لمن وقعه ولا لا؟ لو هو مش منسوب ليه هيطعم فيه بالتزوير يعني في دعوة صحة التوقيع لما المشتري بيختصم البائع عشان البائع يروح المحكمة ويقول أيونا وقعت على هذا المستند أو هذا عقد البيع أو هذا المستند العرفي أو المحرر العرفي فقط دون أن يبحث فحو هذا العقد أو هذه الورقة الوضع مختلف تماما في دعوة صحة ونفاذ عشان كده بيسموها إيه؟ دعوة صحة ونفاذ نفاذ إيه؟ نفاذ التصرف اللي في صلب هذه الورقة إذا كان بيع يبقى نفاذ البيع إذا كان رهن يبقى نفاذ الرهن إذا كان أي تعاملات قانونية فالمحكمة في دعوة صحة ونفاذ بتبحث موضوع المستند العرفي عشان تدي صحة ونفاذ البيع أو نفاذ الرهن بتاع هذا المستند ده الفرق بين صحة التوقيع وصحة ونفاذ الصحة ونفاذ لها إجراءات مختلفة تماما عن دعوة صحة التوقيع أمام المحكمة دعوة صحة التوقيع أنا كمشتري شقة اشتريت شقة وخدت النسخة بتاعتي وروحت على المحكمة ورفعت دعوة صحة التوقيع اختصمت فيها البائع عشان يجي المحكمة يقرلي بصحة التوقيع على هذا العقد طبعا تبقى القانون وقانون المرافعات الإجراءات اللي بتتم أني بعلنه بعريضة دعوة صحة التوقيع مرة إذا ما جاش أول مرة المحكمة بتؤمر بإعادة إعلانه للمرة التانية إذا ما جاش في المرة التانية بتحجز الدعوة للحكم وبيحكم في هذه الدعوة بصحة توقيع من وقع هذا المستند العرفي ولكن هنا المستند حكم بصحة التوقيع غيابي في عدم حضور من وقع هذا المستند طيب لما بيحضرش مرة واثنين تبقى القانون وبعلنه مرة واثنين وبعدين بيتم الحكمة بصحة التوقيع هنا الإجراء اللي بيتم أني لازم باستخرج صورة رسمية من حكمة صحة التوقيع وأعلن بيها البائع اللي هو ما جاش ومن تاريخ وصول هذا الإنذار أو هذا الإعلان بالصورة الرسمية بالحكم بنعد 40 يوم اللي هي موعيد الطعن على الحكم بالاستقناف لو ما جاش بعد ال40 يوم أو ما استأنفش حكم صحة التوقيع عشان يعلق على هذا توقيعه ولا مش توقيعه كده أصبح فات موعيد الطعن الرسمية القانونية اللي هي 40 يوم وأصبح الحكم كده نهائي وبالتالي أنا بروح أستخرج حكم صحة التوقيع وبسترد العقد بتاعي اللي أنا قدمت للمحكمة عشان أخذ حكم بصحة التوقيع عليه ويتختم هذا العقد تلك هي دعوة صحة التوقيع صحة ونفاذ بقى الوضع مختلف قانونا تماما فالصحة ونفاذ أنا وارفع دعوة صحة ونفاذ عقد البيع سواء أرض أو بيت أو عقار أو أيا كان فيه قائل الإجراءات تحددها القانون للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع ألا وهي أولها لازم أعمل الأول أنا أتكلم عن إجراءات صحة ونفاذ وأقول التسجيل إزاي بموجب هذه الدعوة تسجيل الناقل للملكية اللي هو تسجيل الشهر العقار لما برفع دعوة صحة ونفاذ عشان أرفعها صح وأتوصل الحكم بصحة ونفاذ لازم أروح الأول الشهر العقاري وهيئة المساحة أو الشهر العقاري أقدم طلب للشهر العقاري إن أنا أرغب في استخراج ما يسمى كشف تحديد مساحة كشف تحديد مساحة على الشقة اللي أنا اشتريتها برفق العقد بتاعي في طلب وأروح أقدم إنه للشهر العقاري طلب لمدير مكتب الشهر العقاري إن أنا أرغب في استخراج كشف تحديد مساحة يعني إيه كشف تحديد مساحة الشقة اللي أنا اشتريتها مفروض إن أنا اشتريتها وعملت عقد البيع مع اللي بعهالي ما أذكر فيها إنه مساحة الشقة دي كده تقريبا تحت العجز والزيادة لما بيتقدم بطلب أنا للشهر العقاري عشان أستخرج كشف تحديد مساحة بتتاخد مساحات دقيقة جدا للشقة وبترفع المساحات بتاعتها بدقة في هذا الكشف اللي بيسمى كشف تحديد مساحة حدود الشقة بالسانتي وارتفاعتها وحدودها الغربية والشرقية والشمالية كل ما يتعلق من مساحات هندسية لهذه الشقة بتكتب في كشف تحديد المساحة هذا الكشف إيه أهميته أنا ليه بطلع كشف تحديد مساحة عشان بينات هذا الكشف بكل ما هو مدون فيه أنا برصدها وبكتبها كما هي في عريضة دعوة صحة ونفاس يعني أكاد أكون كشف تحديد المساحة أصور وانقله بالحرف بكل ما ذكر فيه من بينات دقيقة ومساحات دقيقة للشقة في عريضة دعوة صحة ونفاس بعد ما حط كشف التحديد في عريضة دعوة صحة ونفاس أتوجه للمحكمة وأرفع دعوة صحة ونفاس وبعد تداول الدعوة المحكمة بكديني أجل لإشهار عريضة الدعوة صحة ونفاس إشهارها فين؟ في الشهر العقاري أنا بتكلم في إجراءات دعوة صحة ونفاس يبقى أول حاجة لما أنا عريضة دعوة صحة ونفاس أكتب فيها تحديداً وبدقة كشف التحديد اللي أنا استخرجته من الشهر العقاري الخاص بالشقة بعد كده باخد أجل المحكمة لإشهار عريضة الدعوة صحة ونفاس في الشهر العقاري لما المحكمة بتديني الأجل باخد صور رسمية من عريضة الدعوة اللي مفروض أنا رفعتها ومذكور فيها كل البينات بدقة بتاعة كشف التحديد وأتوجه إلى الشهر العقاري عشان أشهر عريضة الصحة ونفاس هناك إجراءات بتتعمل والموظفين اللي هناك بيشتغلوا في العريضة وبيبحثوا الطلب وبيبحثوا عريضة الدعوة وبيشوفواها مطبقة لكشف التحديد المساحة اللي عندهم ولا لأ وبيقدروا الرسم المطلوب وساعتك بتدفع الرسم ده وتسترد العريضة مشهرة مشهرة يعني خدت رقم إشهار في الشهر العقاري بعد ما تاخد العريضة مشهرة من الشهر العقاري واستنفذت كل الإجراءات بتاعة الشهر العقاري في عريضة الصحة ونفاس بترجع تاني تقدمها للمحكمة من خلال جلسات دعوة الصحة ونفاس بتقدم هذه العريضة بهذا الشكل وهي مشهرة كده بتكون الدعوة كلها مهيئة أمام المحكمة للحكم بصحة ونفاس عقد بيع الشقة أو الأرض أو العقار اللي انت جده دون إشهار عريضة الصحة ونفاس لن تحصل على حكم بصحة ونفاس لما بتاخد حكم بصحة ونفاس انت خلاص خدت حكم بصحة ونفاس عقد البيع بتاع الأرض أو الشقة أو العربية بتاخد العقد بتاخد الحكم بعد نهائيته تتوجه إلى الشهر العقاري لتسجيل هذا الحكم وهو ده التسجيل الناقل للملكية خلاصة الأول من الحدوتة دي أن دعوة صحة ونفاذ هي أقوى قانونا من دعوة صحة التوقيع لأن أنت هنا لما تتحصل على حكم بصحة ونفاذ ده بمثابة تسجيل والتسجيل في القانون هو الناقل للملكي اعتاد الناس على دعاوة صحة والتوقيع على أساس أن أنا حائز للمكان وقاعد في الشقة وخدت حكمة بالصحة توقيع وخلاص معات صال محمد بالقاهرة أهلا بيك السلام عليكم عليكم السلام وإخطة الله بركاته لو سمحت أنا بالوقت عندي عندي محل في العباسية أي صاحب المحل صاحب البيت بيقول لي آه أن المحل دوت من أرباح من ستة وتسعين أي عقد مش عقد تسعة وoraخمسين سنة يقول لي وقتها آه يقول لي وقتها يقول لي وقتها أه وقت ما تعمل العقد آه وقت ما تعمل العقد ما كانش عقد تسعة وحمسون سنة ما كانش لسه طلقة اللي هو تسعة وخمسون سنة أي انا دلوقتي وبطلبني ان انا اسيب العائد بتاع المحل طيب انت حج محمد مستأجر لمحل ومأجره سنة 96 مش كده كام سنة 96 شهر تمانية شهر تمانية 96 طيب وعقد الايجار منصوص في ان مدته 59 سنة لا مش مكتوفي 59 سنة هما المذكور في ايه بدايته ايه ونهايته ايه المذكور في ان هو شهريا مشاهرة اصلا اه مفيهوش مدة كلمة مشاهرة اه كلمة مشاهرة اه وهو محل نشاطه ايه اه خردواتي خردواتي وايه بقى مشكلة الملك بيقولك ايه مشكلة الملك ان هو عايز اطلعني عشان عايز اقجره الناس تانية بيقولي ده مشاهر اه تمام حلو انا بقولي لأ ده من 59 يعني من 86 يعني بقى لزمن 24 سنة معايا ايه تمام بيقولي لأ احنا محتاجين المحل طيب ماشي هرد عليك حاضر اتفضل ماشي فلن شكرا حج رجب حج رجب معنا مصوان لأسر حج رجب طيب نجاوب على محمد محمد مؤجر محل على كلامه من سنة 96 طيب الحج رجب معنا عشان ما نسيبوش على التليفون حج رجب معنا طيب يحاول يحاول اتصل بنا تاني طيب الحج محمد استأجر محله ونشاطه خردواته واستأجره سنة 96 والعقد بيقولي انه مشهرة احنا كنا بنتكلم في القانون 4 لسنة 96 في حلقة من الحلقات ان كلمة مشهرة ما بعد هذا القانون لا تجوز كلمة مشهرة بعد هذا صدور هذا القانون في وحد اربعة الحج رجب اهلا بيك فضل سلام عليكم ومشاهد المشاهد عليكم السلام يا حبيب اهلا بيك تعاليك افندي الله يخليك الله يحفظك تفضل حبيب ضحيك على الصخرة دي افندي والله الله يخليك حبيب بالنسبة افندي انا عندي سؤالين السؤال الاول ان انا كنت اشتريت قطعة ارض وجيت عبته طبعا انا مثل لها التوقيع اي ده بالنسبة للسؤال اولاني بالنسبة للسؤال التاني واخد مغزن اه يجدد لمدة مماثلة معلش تاني عقد منزل بتقول عقد منزل اه لا مغزن مغزن اه اه يجدد لمدة مماثلة ده عقد ايجار اه تمام يجدد لمدة مماثلة اي فصاحب الملكة عادي يطلعني طبعا اي فايه الوضع بجا سيات المزار هارد عليك حاجب الله يباري فيك حاجب 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 محمد بسرعة كده نرد على برده استفساره ان اي عقد ايجار مذكور فيه انه مشاهرة بعد القانون اربعة لسنة ستة وتسعين اللي هو طبق من واحد اربعة ستة وتسعين لا يجوز لان عقد الايجار بعد صدور القانون اربعة لسنة ستة وتسعين لازم يكون محدد المدة بتبتدي فيه وانهاية فيه فشوف عقدك حاجب محمد هل عقدك محدد المدة يعني لو قبل اربعة ستة وتسعين لو قبل القانون اربعة ستة وتسعين يعني قبل واحد اربعة ستة وتسعين تحديدا فكلمة مشاهرة اوكي فيش مشكلة خالص لو قبل واحد اربعة ستة وتسعين اللي هو تاريخ تطبيق القانون اربعة لسنة ستة وتسعين فيش مشكلة لكن لو ما بعد هذا القانون كلمة مشاهرة العبرة بتاريخ تحريرك لعقد الإيجار كان إمتى شهاب معانا تفضل كنت عاوز أكلم شهاب معانا سعادت المستشار إزاي حضرتك تفضل أهلا بيك أنا بس كنت عاوزها حقيقي أنا اشتريت شقة وعملت صحة توقيع يعني عملت خليت المحامي يعمل صحة توقيع وسمعت حضرتك درعدي بتقول أنه المفروض يتعامل صحة صحة ونفاذ مش مفروض أنا بقولش مفروض أنا بقول الفرق بينهم وأيهم أقوى قانونا لكن إنت عملت صحة توقيع وحائز للشقة تمام بس أنا بفاهم وببسط أن صحة توقيع مش معناها أن المحكمة تعرضت لفحو الورقة يعني المحكمة لهاش علاقة ده مش تسجيل مهو بص أقول لحيطك حاجة القانون بيقول أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل التسجيل اللي هو بتاع الشهر العقاري ففي دعوة صحة ونفاذ لما بتحصل على حكم نهائي بصحة ونفاذ بتاخد هذا الحكم تتوجه بيه للشهر العقاري بأن تسجلت هو ده النقل للملكية لكن معظم الناس بتلجأ لصحة توقيع على أساس إيه؟ أنا خلاص اشتريت وحزت هذا المكان ودخلت فيه وقعت وركبت عدادي وركبت كل وسائل المرافق بتاعتي أو المرافق بتاعتي ومحدش بينازعني فأنا عشان العقد بتاعي ما يبقاش عقد عور في كده بلا أختام بأرفع دعوة صحة توقيع على من بعلي اللي هو قلبي عشان أتحصل وأختم العقد واخد حكم بصحة التوقيع فهو إجراء سليم مفي المية لكن أنا بشرح القانونية بتاعة الدعوة بتاعة صحة التوقيع والدعوة صحة ونفاذ والفرق بينهم وأيهما قانونا أقوى وصلت؟ لو أنا عملت صحة التوقيع أقدر أعمل كبير صحة آه من حقك تمام تعمل صحة ونفاذ يعتبر تسجيل برابو علي تعمل صحة ونفاذ يبقى أنت كده أسأ يعني تبقى أقوى قانونا ويبقى كده تنتقل لك الملكي معاني مستشار ملكي السؤال كمان صب فيه إحنا جدتي عندها عمارة العمارة دي المتأجرة فيها محلات قانون قديم آه وشؤة قانون قديم نصيب والدتي في العمارة دي هو نص هي نص واختها النص كويس اختها اللي هي توفت ولادها مش عاوزين يبيعه ولا عاوزين يهده ولا عاوزين يعمله أي حاجة تمام وإحنا طبعا مرتبطين بهم لأن هي عمارة بمدخل واحد ويعني مدخل واحد وعمارة واحدة نعم فيه أي حاجة نقدر نعملها أنه والدتك عايزة ناصبها آه وهم مش عاوزين لا يشتروا يعني لو عاوزين لو المتر مثلا بمئة ألف هم عاوزين يخدوا بعشر تلاف تمام بص حضرتك هو من حقك أنت أو والدتك يعني ترفع دعوة تسمى دعوة فرز وتجنيب طبعا فيه إعلامات شرعية فيه إعلام شرعي بتحدد فيه الورصة بتوع أخت والدتك اللي هي تعتبر خالتك يعني وأولادها مذكورين في أنه هم الورصة الشرعيين بيختصموا في هذه الدعوة والدتك تطالب بنصيبها وتطلب من المحكمة الحكم بفرز وتجنيب نصيبها في كامل هذا العقار ودي دعوة بتاخد وقتها بتروح خبرة وفي الأخير بتحكم بحصة والدتك قد إيه في العقار ده لأنه واضح أن الملكية على الشيوع في كامل العقار طيب نجاوب سريعا نبسع الحاج رجب فيما تعلق بساحة توقيع أنت معاك عقد اشتريت بأرض بس معاك ساحة توقيع في ساعتها حساحة توقيع تعملها في أي وقت يعني حتى لو تأخرت في الوقت من حقك في أي وقت تعمل ساحة توقيع وبالنسبة للعقد اللي بيجدد لمدة ممثلة أنا بقول لك تبقى لبنود العقد بتقول إيه هل فيه إنذار بالفسخة هل يعني بنود العقد أنا لا أعلمها ولكن لو اتكتب في العقد أنه يجدد لمدة ممثلة بعد انتهاء مدته المحددة فهو طبيعي طالما لم ينزر المالك المستأجر برغبته في انتهاء مدة عقد الإيجار بانتهاء مدته فبالتالي يمتد لمدة ممثلة طبعا الوقت الحلقة مهما كان طويل ما بيسعفناش إن احنا نرد على كل استفساراتكم ولكن للحديث بقيا إن شاء الله بإذن الله الخميس القادم في العشرة مساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا